السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة المتوسطة للصف الأول المتوسط في مادة لغتي عنوان درسنا على متاء الترقيم في الفصل الدراسي الثالث قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى مع بعضنا إرشادات التعليم عن بعد أولا أجلس في مكان هادئ دائما أحرص على أن أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة كذلك أجلس بشكل صحيح أحرص دائما على أن يكون جلوسي جلوسا صحيحا وجلوسا مريحا كذلك وماذا أيضا؟ أحضر أغراضي التي أحتاجها لدرسي فأحضر كتابي ودفتري أقلامي الرصاص مساحتي وبرايتي وألواني أحضر جميع أغراضي وأيضا أنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي لماذا؟ حتى أفهم الدرس وأستوعبه جيدا كذلك أتابع درسي حتى نهايته حتى أفهمه وأستوعبه جيدا في درسنا علامة الترقيم لدينا هدف عام هدفنا العام هو أن يعرف الطالب والطالبة علامات الترقيم علامة الاستفهام والفاصلة كذلك لدينا أهداف خاصة هدفنا الخاص الأول هو أن يسمي الطالب والطالبة علامات الترقيم علامة الاستفهام والفاصلة ثانيا أن يستخرج الطالب والطالبة علامات الترقيم علامة الاستفهام والفاصلة وثالثا أن يكتب الطالب والطالبة علامات الترقيم علامة الاستفهام والفاصلة علامات الترقيم في لغتنا العربية الجميلة أثناء الكتابة نستخدم علامات تسمى علامات الترقيم حتى تصبح كتابتنا أجمل وأوضح كلغتنا العربية الجميلة اليوم سوف نتناول علامة الترقيم أول علامة هذه العلامة تكتب للسؤال في نهاية السؤال أضعها في نهاية السؤال من هي؟ ما اسمها؟ هي علامة الاستفهام علامة الاستفهام أكتبها في نهاية السؤال كيف شكلها؟ وكيف تكتب؟ هكذا يكون شكلها وهكذا تكتب تسمى علامة الاستفهام وتوضع في نهاية السؤال هذه العلامة الأولى أيضا لدينا علامة ثانية هيا نتعرف عليها لدينا علامة الثانية تكتب بين جملتين في منتصف جملتين لدينا جملة أولى وجملة ثانية وهذه العلامة تكتب في منتصف الجملتين من هي؟ ما اسمها؟ هي الفاصلة تسمى الفاصلة كيف تكتب؟ كيف شكلها؟ هيا نرى هكذا تكتب الفاصلة تسمى الفاصلة وتكتب بين جملتين في وسط جملتين تعرفنا على علامة الاستفهام التي تكتب في نهاية السؤال وتعرفنا على الفاصلة التي تكتب بين جملتين دعونا نرى أمثلة على ذلك هيا نرى علامات الترقيم موضوعنا لهذا اليوم هو مصايفنا هيا نقرأ طلب المعلم من التلاميذ التحدث إلى زملائهم عن المصايف الجبلية في المملكة العربية السعودية بدأ مهندنا الحديث قائلا من المدن التي زرتها وأعجبتني محافظة الطائف أحد أشهر المصايف السعودية وتسمى عروس المصايف وهي مصيف جبلي يتميز بكثرة المتنزهات والحدائق لدينا هنا المعلم طلب من التلاميذ التحدث مع زملائهم عن المصايف الموجودة في وطننا المملكة العربية السعودية فتحدث مهند ماذا قال مهند عن أشهر المصايف في بلدنا الحبيب تكلم عن محافظة الطائف وقال أنها أشهر المصائف في المملكة العربية السعودية وتسمى عروس المصايف وهي مصيف جبلي وتتميز بكثرة المتنزهات والحدائق هكذا تحدث تحدث مهند عن الطائف في هذه الأسطر لدينا علامات للترقيم هيا نبحث عنها ما هي العلامة الأولى وأين توجد هنا العلامة الأولى وضعنا أسفلها خط ماذا تسمى هذه الفاصلة وضعناها بين جملتين وضعناها بين جملة من المدن التي زرتها وأعجبتني محافظة الطائف وبين جملة أحدى أشهر المصايف السعودية وتسمى عروس المصايف هنا وضعنا الفاصلة تسمى الفاصلة هيا نكمل هل انتهت علامات الترقيم في هذه الأسطر أم ما زال هناك علامة أخرى ابحثوا عنها أعزاء الطلاب والطالبات أحسنتم لدينا فاصلة ثانية هذه الفاصلة أيضا وضعت بين جملتين وضعنا الفاصلة هنا بين جملة أحدى أشهر المصايف السعودية وتسمى عروس المصايف وبين جملة وهي مصيف جبلي يتميز بكثرة المتنزهات والحدائق هنا وبعنا الفاصلة إذن لدينا الفاصلة الأولى والفاصلة الثانية هيا نكمل لنرى مزيدا من علامات الترقيم ماذا طلب المعلم من التلاميذ؟ هذا سؤال وقلنا في نهاية السؤال ماذا نضع؟ رائع نضع علامة الاستفهام وضعنا علامة الاستفهام في نهاية السؤال لدينا سؤال هيا نجيب عليه ماذا طلب المعلم من التلاميذ؟ طلب المعلم من التلاميذ التحدث عن أشهر المصايف في المملكة العربية السعودية هيا نكمل من الطالب الذي بدأ الحديث؟ هذا أيضا سؤال وفي نهاية السؤال ماذا نضع؟ رائع نضع علامة الاستفهام وضعنا هنا علامة الاستفهام هذا سؤال هيا نجيب عليه من الطالب الذي بدأ الحديث؟ مهند هو الطالب الذي بدأ الحديث بماذا تسمى محافظة الطائف؟ هذا أيضا سؤال وقلنا ماذا نضع به في نهاية السؤال؟ أي علامة الترقيم؟ رائع نضع علامة الاستفهام فهي التي تكتب في نهاية السؤال وبما أنه لدينا سؤال يجب أن نجيب عليه بماذا تسمى محافظة الطائف؟ تسمى بعروس المصايف هكذا تسمى محافظة الطائف هيا نكمل الآن لدي نشاط صغير سوف نتحدث فيه عن علامة الترقيم عن علامة الاستفهام وقلنا علامة الاستفهام متى تكتب؟ رائع في نهاية السؤال تكتب علامة الاستفهام في نهاية السؤال كذلك العلامة الأخرى ما اسمها؟ أحسنتم الفاصلة هيا رددوها الفاصلة وتكتب بين جملتين أحسنتم هيا نرى سؤالنا على صبورتنا هيا نذهب إلى صبورتنا لنرى سؤالنا ونقوم بحله أكتب علامة الترقيم الصحيحة هيا نرى أين يذهب الطلاب صباحا؟ هذا سؤال وقلنا في نهاية السؤال ماذا نضع؟ أحسنتم نضع ونكتب علامة الاستفهام هكذا نكتب علامة الاستفهام أين يذهب الطلاب صباحا؟ هذا سؤال نحتاج أن نجيب عليه هيا نقرأ الإجابة يذهبون إلى المدرسة ويتعلمون العلوم النافعة لدينا جملة أولى وجملة ثانية ماذا نضع في المنتصف؟ أي علامة ترقيم نكتب؟ رائع نضع الفاصلة نكتب الفاصلة في المنتصف بين جملتين يذهبون إلى المدرسة ويتعلمون العلوم النافعة هيا نكمل ونعود لشاشتنا لنرى نشاط آخر النشاط رقم خمسة أكتب علامة الترقيم المناسبة في الجمل التالية أولا جلست في مقعدي ثم قرأت الدرس لدينا جملة أولى وجملة ثانية ماذا نضع في المنتصف؟ رائع نضع الفاصلة اكتبوها في مكانها الصحيح بخطكم المرتب الجميل من ملك الغابة؟ هذا سؤال وفي نهاية السؤال نضع رائع نضع علامة الاستفهام هيا نرى ثالثا أحب من الألوان الأحمر والأخضر والأزرق هذه جمل ونضع في منتصف الجملتين لدينا الجمل الأولى الأحمر ومربع فارغ والأخضر ماذا أضع في المنتصف؟ رائع أضع الفاصلة ولدينا أيضا كلمة والأخضر ومربع فارغ يجب أن نضع فيه علامة ترقيم مناسبة وكلمة والأزرق ماذا أكتب؟ أحسنتم فاصلة أخرى الآن الرقم أربعة سألت صديقتي كيف الحال؟ هذا سؤال وفي نهايته نضع علامة الاستفهام خامسا هند تذهب إلى المدرسة تلقي التحية على صديقاتها وتقف في الطابور الصباحي بهدوء وانتظام لدينا الجملة الأولى هند تذهب إلى المدرسة والجملة الثانية تلقي التحية على صديقاتها في المنتصف ماذا أضع؟ رائع أضع فاصلة كذلك لدينا جملة تلقي التحية على صديقاتها وتقف في الطابور الصباحي بهدوء وانتظام ماذا أضع في منتصف الجملتين؟ رائع أضع فاصلة أخرى هكذا اكتبوها في مكانها الصحيح بخطكم المرتب الجميل لدي في الأخير توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة والحرص على جلوس الطالب والطالبة بالطريقة الصحيحة ومساعدة الطالب والطالبة على حل الأنشطة وتعزيز وتشجيع الطالب والطالبة كذلك مساعدة الطالب والطالبة على نقل أثر ما تعلمه وتعميمه في مواقف مشابهة وتذكيره بما تعلمه بشكل مستمر للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشو منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته